مرحبا معكم سوها من سوها's dishes وصفة اليوم طريقة تحضير اللبنة أو اللبنة لمقرصة أو لمكعزلة وصفة اللبنة أولوية بالمطبخ اللبناني وما منقدر نستغني عنها منكلها بشكل يومي وبأي وقت من النهار إذا برادنا مليان أكل وما عنا لبنة منقول برادنا فاضة هالأد هالوصفة مهمة بالنسبة إلنا وبالنسبة لحياتنا اليومية ونظامنا الغذائي أتمنى تشتركوا بقناة سوها's dishes على يوتيوب صفحتي على الفيسبوك سوها's dishes تابعوني على انستغرام خلينا نشوف طريقة تحضير اللبنة للتحضير اللبنة بالبيت نحنا بحاجة لمكونين بس لبن يعني زبادي اللبن اللي بروبه بالبيت وملح مكونين اتنين نقدر نعمل منهم أطيب لبنة بيتي أنا روابت اللبن من 3 أيام وتركت اللبن هالوقت بالبراد أفضل إنه نستعمل لبن 3 أيام لل4-5 أيام حتى اللبن يجمد وياخد شويته حمودة وياخد طعمته الأساسية ما نستعمل اللبن فوراً تاني يوم ما نروبه فإذاً هيدا اللبن أنا روابته من 3 أيام كانوا موجودين كل الوقت بالبراد كمية اللبن الموجودة بها الطنجرة هي جلن واحد واحد جلن من الحليب روابته بيعطيني هيدا الكمية اللي شايفينها جلن الحليب يعني 3.78 لتر أكيد ممكن نستعمل كمية أقل أو كمية أكتر حسب الكمية اللي نحنا بدنا إياها هيدا الكمية بتعطيني بحدود كيلو واحد من اللبنة فإذاً اللبن هلأ جاهز بس رح نزل عليه ملعقتين كبار ملعقتين طعام من الملح طريقة تحضير اللبن كيف منروي باللبن رح تلقوها موجودة بسندوق الوصف اللي بيحب يتعلم طريقة ترويب اللبن وإذا بتحبوا تشتروا اللبن كمان حاضر وإنتوا بالبيت بتحضروا اللبنة الشي بيرجع لقالكم بس دايماً وقت منروي باللبن بالبيت بيطلع لبن بلدي طيب أفضل بكتير من اللي بنشتريه جاهز من المحلات شايفين اللبن كيف جامت عبيطلع اللبن بس روبوا بالبيت بيجنن هلا بس رح ضيف عليهم حوالي 2 كوب من المي رح تزيد 2 كوب من المي حتى شوي يرتخي اللبن وهالشي بيسرع إنه المي تنزل من كيس لقماش الكيس اللي منسقت فيه اللبن مخصوص لللبنة بدي يكون عندي كيس قماش بيستخدمه بس لتحضير اللبنة بعد ما أخلط المي واللبن والملح كتير منيح هلا بنزلهن بكيس لقماش هيدا كيس لقماش كيس اللبنة بللته بالمي وعصرته بحطه بقلب الطنجرة هيك بيسهل علي نزل اللبن على الكيس هيدا اللبن المخلوط مع المي والملح بنزله على كيس اللبنة بهالطريقة شايفين قديش سهل لحتى بنزل كل الكمية نزلنا كل كمية اللبن بكيس لقماش كيس اللبنة شايفين هلا بجمع باب الكيس وبسكروا بهيدا الربطة الموجودة بالكيس بهالشكل هلا صار عندي كيس اللبنة مسكر بعلقوا جنب المجلة بالتعليقة تبعو بحط تحت منه وعا كبير حتى كل المي تصفى بالوعاء وبعد ثلاث ساعات بكون نزل كمية كبيرة من المي من كيس اللبنة بنشوف الخطوة التانية هاك شكل كيس اللبنة بس بدي علقوا بيبين بحط تحتو هيدا الجات كل المي بتنزل بأرض الجات ورح اتركوا معلق ثلاث ساعات هيدا كيس اللبنة هيك بيبين بعد مرور ثلاث ساعات شايفين الكمية نزلت من فوق لتحت اكتر من ست اكواب من المي مية اللبنة نزل من الكيس هلق بفتح الكيس حتى حرك شوي اللبنة بقلب الكيس هاك بدي اياها تنحصير بزاوية واحدة وبرجع بضغط كما انتو شايفين حتى نتخلص من كل المي اللي بتكون بعدها موجودة باللبنة شايفين كيف بتبلش المي تنزل هلق بسرعة لانه عم بضغط على الكيس بشد على اللقماشة برجع بربطه من اول وجديد شايفين برجع بعلقه بمحل ومنكمل كل النهار معلقينه بتركه معلق حوالي 24 ساعة يعني من اول ما نزلت اللبن على الكيس لحتى شوف اخر شي شو وضع اللبن لازم يكون مرة 24 ساعة هلق رح علقو ومنشوف كيف سماكة اللبنة بعد مرور يوم كامل هيدا كيس اللبنة بعد مرور 18 ساعة شايفين صار عندي كمية اقل من اللبنة بالكيس هلق بقول انه اللبنة صارت جاهزة للأكل بشيلها من الكيس بحطهن بتبروير وبغطي التبروير وبتركهن بالبراد بس انا لأنبي هالفيديو بدي فرجيكم على طريقة اللبنة المقرسة او اللبنة المكعزلة لها السبب اللبنة بحاجة انها تكون جامدة اكتر يعني بعد فيها مي بدي اتخلص من كل كمية المي الموجودة فيها لها السبب رح افتح الكيس وحرك اللبنة شوي بقلب الكيس وانقلهم من الزاوية اللي هن فيها على الزاوية التانية وبرجع بشد الربطة وبعلق الكيس وبترك اللبنة حتى تنشف لوقت اطول بعد يعني مش اقل من يوم كامل متل ما قلتلكم اربع وعشرين ساعة وبعد الاربع وعشرين ساعة بفتح الكيس وبشوف قديش سماكة اللبنة هيدا كيس اللبنة بفتحه بشوف انه اللبنة صارت كتير منيحة جاهزة للأكل بهالمرحلة هيدا الزاوية الفارغة راح انقل اللبنة عليها لان هالشي بخلي اللبنة تتحرك والمي الموجودة فيها تمزل منها بطريقة اسرعة تضغط عليها وبحصرها بالزاوية هالشكل شايفين هدي الميت صير تطلع منها دايما للبنة المكبوسة بالزيت او اللبنة المقرصة بحاجة نحنا للبنة جامدة غير عن اللبنة اللي منكلها خصوصا اللبنة اللي منشتريها من المحلات تبقى كتير رخوة انا ما بحبها لها السبب بحب بحضر اللبنة بالبيت بهالطريقة ها برجع بعلقها بعلق كيس اللبنة لحتى بتخلص من كل كمية المي اللي بعدها موجودة رح شيل اللبنة من الكيس بتبليش قسمها تحتى قفلشها على صنية هاي اللبنة جاهزة هاي الصنية بحط عليها منشفة بيضة بستعملها بس للبنة بحط محرمت المطبخ فوق المنشفة وبصير قسم اللبنة هيكي قطع عشوائية هلا يعني كل الحبة هي الطابة طابة اللبنة منسميها قرص لبنة بها الشكل حتخلص كل الكمية وهيك قسمت كل كمية اللبنة طلع عندي 35 قرص وزن القرص الواحد 30 جرام انا بحب زين انتو مش ملزمين تزينو ممكن تكبرو او تزغرو حسب ما بتفضلو هلا بحط على وجهن كمان محرمتانية من محارم المطبخ وبطوي المنشفة عليها وهيك بتركهن بالصنية متل ما انتو شايفينهن لمدة يوم كامل وهيدي اللبنة تنشفت بعد مرور يوم كامل 24 ساعة على المنشفة قرصتهم كلهم او كعزلتهم اول شي بجرب هيك اخلط اللبنة بايدي لانها بتكون نشفة بهاي الطريقة برخيها وبطريها شوي وبعدين بشكل الطابة ببرمها بين الكفان طريقة اللي انتو شايفينها حتي يصير عندي طابة من اللبنة هيدا اسمه قرص لبنة اخر حبه شايفين بجي رخيها شوي لانها بتكون نشفة باي طريقة ممكن بكعب الكف ممكن بأصابيعنا منحركها للبنة حتي تطرع وتساعدنا بانه تطلع قرص مرتب بشكل الكرة هلا خلصت كل الكمية رح صفهم بالمرتبين ونزل عليهم زيت الزيتون هيدا المرتبان اللي رح عبي فيه اللبنة بحط شوية زيت زيتون بأسفل المرتبان ورح يساع أربع قراس يعني كل طبقة هاي رح تساع أربع قراس بصفهم حط بعض هون وبزيت زيت زيتون وبكمل حتي ينتلي كل المرتبان وبرجع بعبي مرتبان ثاني بنفس الحجم هايدي الكمية بتعب مرتبان بهيدا الحجم وهيدي اللبنة المقرسة صارت جاهزة بالمرتبين من قطيب اللبنة اللي ممكنة نحضرها بس نتعود نحضر اللبنة بالبيت ما منعود نحب نشتريها من المحلات شو رايكم بهالمنظر بس بدنا رغيف خبز مرقوق اخدو اتنين كوب من زيت الزيتون بتمنى تجربوا هالطريقة وان شاء الله تعجبكم اشتركوا في القناة